وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطن وذلك برفع قيمة تعريفة الركوب أثناء إجازة تعيد الفترة المباركة وخلال جولة تفقدية بموقف عبد المنعم رياض أشر المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والعمل على ربطها بغرف عمليات كافة الجهات لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين طوال أيام العيد